وفي جديد الملف السوداني قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيتم تعليق المساعدات لنحو مليون ومئتي ألف لاجئ سوداني في تشاد ومتضرر من اللزمة في شهر أبريل المقبل بسبب نقصية تمويل وحضر البرنامج الأممي في تقرير له من أن البرامج المنقذة للحياة لمساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد سوف تتوقف في غضون سبيع دون تمويل عجل لافتني لأن التحضير يأتي في وقت يستمر تدفق والافي السودانيين عبر الحدود من دارفور بينما يقترب موسم الأمطار مما يهدد بقطع الطريق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المخيمات في شرق البلاد حيث يعيش حوالي مليون لاجئ سوداني